كل يوم ومنذ أن تم افتتاحها في الأيام الماضية القريبة يأتي عبد السلام سلطان إلى هذا المكان ليعيش عالمه الآخر في تصفح الكتب والقراءة على هذه الطاولة المخصصة من المكتبة المركزية في مدينة تعز يقول عبد السلام أن القراءة كنز لا يمكن الاستغناء منها وأن تعز المحاصرة تعيش تحديا بهذه المكتبات في زمن الحرب حقيقة الأمر يشعر الإنسان الذي يمارس القراءة والإطلاع بشعور لا يوصف حقيقة هناك مساحة واسعة من التجارب الآخرين وأيضا تعطي الإنسان القدرة على التفكير بشكل إيجابي وتعمل على حل كثير من المشكلات لكثير من القضايا هذا يمثل تحدي كبير أنه تجد ما زال هناك إصرار من قبل المسؤولين والقائمين على هذه المكتبة والهيئة العامة للكتاب بإعادة فتح هذه المكتبة في ظل هذا الظروف والحصار وما تعانيه مدينة تعز ونقص التمويل كثيرون هم رواد هذه المكتبة الذين يرون أن مثل هذه الأماكن تعتبر أسلحة أخرى لتحرير ما تعانيه تعز من حرب وحصار يعتبر فتح المكتبة في هذا الحصار هو تحرير ثقافي للسكان داخل المدينة للإطلاع والثقافة لأنه يعتبر إغلاق المكتبة هو حصار آخر للطالب والسكان داخل المدينة هذه المكتبة المركزية والتي سطاعت هيئة الكتاب إعادتها وتفعيلها من جديد ليعود روادها بعد سنوات عودة المكتبات العامة وتفعيلها من جديد في تعز يمثل سلاحا آخر تنتهجه المدينة المحاصرة في معركة الوعي واستعادة ما خلفته الحرب أما هنا فمكتبة السعيد التابعة لمؤسسة السعيد العلم والثقافة فقد بدأ العمل في ترميم وتأهيل مبناها بعد أن دمرتها الميليشيات الحوثية واستهدفت كل ما فيها يقول القائمون عليها أنها خلال الأشهر القريبة سيتم افتتاحها وإعادة ما كانت تحويه من كنوز المعرفة والثقافة أحمد مكيبر أنات سهيل تعز